بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بحاد إرم ذات الحماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون في الأوتاد الذين ضغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونحمه فيقول 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 ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أن يتهد النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي